السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم وضع طلاب العزاء وطلاب الصف العاشر في مادة الكيميا مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بعد عنوان حصتنا اليوم هو تبادل الطاقة بين المادة والمحيط مع المعلمة الزهار أبو عواد ألاء منتصر نحن نتعرف خلال حصتنا اليوم على كيفية تبادل الطاقة بين المادة والمحيط والعوامل التي تعتمد عليها تعرفنا خلال دراستنا في الحصص السابقة أنه أنا عندي نوعين من التفاعلات الكيميائية أما تفاعلات ماصطة للطاقة أي تمتص الطاقة من المحيط وعند النوع الثاني كان لي تفاعلات الطاردة للطاقة لا هي كانت تطرد الطاقة من الداخل إلى الخارج وتنتقل الطاقة إلى الوسط المحيط نحن نتعرف ما السبب في هذه السلوكيات لبعض المواد تتبادل المواد الحرارة مع الوسط المحيط بها بحيث تنتقل الحرارة من المادة ذات درجة الحرارة الأعلى إلى درجة الحرارة المنخفضة فمثلا لو بنعطيكم مثال عند سكب كأس من الشاي منلاحظ أنه درجة حرارة كأس الشاي بتكون مرتفعة جدا لكن إذا تركناها فترة على الطاولة مثلا ما شربناها رح نلاحظ أنه درجة حرارتها بتبدأ بالانخفاض إذن عند سكب الشاي كانت درجة حرارته عالية بعد فترة انخفضت السبب في ذلك اللي هي انتقال درجة الحرارة من كأس الشاي اللي هو ساخن إلى الوسط المحيط هذا ما يسمى بتبادل الحرارة فمثلا في التفاعلات الماصة زي ما إحنا شايفين بيكون عندنا درجة حرارة الوسط المحيط هي درجة الحرارة الأعلى إذن درجة حرارة الوسط المحيط عالية بينما درجة حرارة المواد المتفاعلة منخفضة فبتأخذ أو بتعمل على امتصاص درجة الحرارة من الوسط المحيط إلها إلى الداخل فبذلك بتعمل على خفض درجة الوسط المحيط وهي هذه الطريقة بترتفع درجة حيارتها لذلك تحصل على الطاقة فيتم التفاعل بينما في التفاعلات الطاردة تحدث عندنا العملية العكسية أنت وضع المواد فوق بعضها البعض منلاحظ أنه هي المواد أصلا بتكون درجة حرارتها عالية فتبدأ هذه درجة الحرارة بالانتقال إلى الوسط المحيط اللي بتكون درجة حرارته منخفضة إذن الحرارة هي انتقال الطاقة من الجسم ذي درجة الحرارة الأعلى إلى الجسم ذي درجة الحرارة الأقل احتراق الوقود زي ما تعرفنا هو عبارة عن نوع من التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية فعند حرق أي نوع من الوقود منلاحظ أنه درجة الحرارة بتنتقل من هذا الوقود إلى الوسط المحيط فهو طارد إذن درجة الحرارة بتكون عالية جدا وتبدأ بالانتقال إلى الأقل درجة حرارة ارتفاع حرارة الماء خلال فترة زمنية معينة من تسخين يعد مؤشر على كمية الحرارة الناتجة فعند وضع مثلا ابريق الشاي على الغاز منلاحظ أنه أنا بستخدم غاز الطبيق هون غاز الطبيق هو نوع من الوقود بيحتوي على الطاقة لما يبدأ بعملية الاحتراق بتبدأ هذه الطاقة تنتقل من الحرارة العالية اللي هي للغاز أو لشعلة الغاز إلى الماء الموضوع فبتبدأ باكتساب هذه الحرارة فمنلاحظ أنه بيسخن ناخد مثال هنا غاز البرفين أو اللي هو الكاز إذا حضرنا وعاء بيحتوي على الكاز وفتيلة وقمنا بإشعالها وضعنا ماء فوقها رح نلاحظ أنه عملية الاحتراق بينتج عنها طاقة عالية بيمتصها هذا الماء فبتنتقل من الحرارة العالية إلى الأقل حرارة رح نلاحظ أنه درجة الحرارة الماء تبدأ بالارتفاع إلى أن يصل إلى 100 درجة سيليزية ويأخذ بالغليان إذن تختلف كمية الحرارة الناتجة عن الاحتراق باختلاف نوع الوقود في عنا أنواع من الوقود كالفحم الحجري مثلا تعطينا كمية هائلة من الحرارة فيكتسبها الوسط فبترتفع درجة حرارته بشكل أكبر من الأنواع الأخرى من الوقود تختلف المواد أيضا في قدرتها على امتصاص الحرارة باختلاف نوع المادة وطبيئتها فبعضها قادر على امتصاص كمية كبيرة من الحرارة وبعضها بيكتفي بكميات قليلة تختلف المواد في كمية الحرارة التي تمتصها بسبب عدة عوامل أول عامل رح نتعرف عليه اليوم اللي هو ما يسمى بالحرارة النوعية والعامل الثاني اللي هو السعة الحرارية رح نبدأ بالعامل الأول وهي السعة الحرارية ماذا نقصد بالسعة الحرارية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة المادة درجة سيليزية يعني أنا الكمية الحرارة اللي لازم أزود فيها المادة حتى ترتفع درجة حرارتها درجة واحدة فقط لذلك بتكون الوحدة عندنا جول لوحدة الحرارة لدرجة سيليزية ممكن قياسها باستخدام القانون الموجود أمامنا Q تساوي C ضرب دلتا T حيث عندنا C هون بتمثل السعة الحرارية للمادة Q وهي كمية الحرارة المنتصة أو المنبعثة ودلتا T وهي بتغير في درجة الحرارة ودائما نطرح درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة الابتدائية من خلال التطبيق على هذا القانون يتمكن من حساب كمية الحرارة اللي امتصتها المادة أو كمية الحرارة اللي بتطردها خلال التفاعل نحن نتعرف على العامل الثاني اللي هي الحرارة النوعية ما المقصود بالحرارة النوعية الحرارة النوعية يرمز لها بالرمز B وتعد الحرارة النوعية من الخصائص المميزة للمواد وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة سيليزية واحدة اذا هون هي بتعتمد على الكتلة اذا كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة سيليزية واحدة عند ثبات الضغط وبما انها بتعتمد على الكتلة اذا ستكون الوحدة اللي هي جول لكل جرام في سيليزية في درجة سيليزية ناخد مثال عندنا الماء مثلا والحديد ان الحرارة النوعية للماء تقريبا 4.18 جول لكل جرام درجة سيليزية بينما الحرارة النوعية للحديد هي 45% جول لكل جرام درجة سيليزية زي ما احنا ملاحظين يعني لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء محتاجة ان اعطيها هذا الكمية من الحرارة اللي هي 4.18 بينما حتى ارفع درجة حرارة الحديد او جرام واحد من الحديد درجة واحدة محتاجة اعطيه فقط 45% والسبب في ذلك طبعا بعود الى اللي هي نوع الروابط الموجودة بين جزيئات الماء ونوع الروابط الموجودة بين جزيئات الحديد زي ما بنعرف ان الحديد هو عبارة عن مادة صلبة جزيئاتهم متلاسقة فالحرارة بتنتقل بسرعة وهو موصل للحرارة فبتنتقل الحرارة بسرعة لذلك ما بنحتاج انه نعطيه كمية كبيرة من الحرارة كلما قلت الحرارة النوعية للمادة فانها تمتص كمية قليلة من الحرارة عنا جدول بوضحنا الحرارة النوعية لبعض المواد فمثلا عندنا الماء السائل تعرفنا عليه 4.18 الثلج انه 2.3 والسبب في ذلك ايضا زي ما تحدثنا قبل شوي اللي هي نوع الروابط فالثلج هي قوة الرابطة بين جزيئاته بتكون اعلى من الماء لذلك بيحتاج حرارة اقل البخار والروابط بين الجزيئاته تقريبا معدومة لكن الحال الفيزيائيه هون بتلعب دور انه الهواء 1.1% الايثانول 42% الماغنيسيوم سيما احنا شايفين 1.2% ننزل عند الفلزات مثلا الحديد انه 45% النحاس 38% الفضة 24% والذهب 13% اذا الحرارة النوعية هي صفة مميزة للمادة وتختلف من مادة الى اخرى يؤدي لزيادة الحوضة في درجات الحرارة مقارنة مع الموادات الحرارة النوعية العالية ايها اكبر درجة حرارة النوعية للماء ام للفلزات اكيد رح تكون عندنا الماء الحرارة النوعية للماء عادة بصفة عامة هي اقل من الحرارة النوعية للماء مما يجعلها تكتسب حرارة أعلى من الماء قياس الحرارة النوعية للماء يستخدم لقياس الحرارة النوعية للماء جهاز نسميه المسعر الحراري هذا الجهاز نستخدمه حتى هو عبارة عن وعاء معزول حراريا بيعطيني درجة الحرارة الابتدائية والنهائية ويبيني كمية الحرارة اللي بيمتصها أو بيبعثها المادة الموجودة بداخله إذن نستخدم لقياس كمية الطاقة الممتصة أو المنبعثة للتفاعل الكيميائي أو تحول الفيزيائي أنواع القنبلة اللي بيكون شكلها مشابه للقنبلة أو الماء الثلج والتكثيف هاي عنا جهاز المسعر الحراري زي ما أنتوا شايفين وبيكون معزول بتكون من طبقتين عنا هاي صندوق الاجتعال اللي بيستخدم لرفع درجة الحرارة وعنا بيكون في سلك داخلي متصل فيه بيسخن هذا السلك فبيعمل على رفع درجة حرارة المادة اللي بداخله هاي عنا مسعر الماء وهو بيعتمد على ارتفاع درجة حرارة الماء اللي بتكون موجودة في داخله أو مسعر القنبلة اللي زي ما أنتوا شايفين بيكون موصول في أكسجين ومقياس لها الحرارة وجهاز خارجي زي القنبلة هيك حسطنا اليوم خلصت علينا واجب أفكر صفحة 56 مع السلام